أشهد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان بإنجازات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباحي الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وحكومته الرشيدة في بناء وتطوير وتعمير الكويت جاء ذلك خلال استقباله وفدا حكوميا وإعلاميا كويتيا بمناسبة اختيار الخطوط الجوية الكويتية لمملكة البحرين كأول وجهة تنطلق إليها من المبنى الجديد تيفور حيث قال الأمير خليفة نصاحب السمو أمير دولة الكويت بنى نهضة وطنه وعمرها لرخاء وزدهار شعبه مقدرا اسهامات سموه في مسيرة النماء والتطور الخليجية والعربية